بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هناخد نماذج امتحانات الدمج للصف الرابع اختبارات نصف العام الدراسي لو اول مرة تشوف القناة ياريت تشترك وتفعل الجرس وتحط لايك للفيديو وبسرعة يلا بينا نبدأ لتس جو هنبدأ بنموذج امتحانات الصف الرابع طبعا السؤال ده سهل جدا انه هو بيجيب لي كلمات من المنهج بتاعي وانا المفروض اقراها وبعدين احط الرقم اللي مكتوب جنبها سواء 1 1 2 2 أو 3 أو 4 جنب الصورة اللي هي بتاعة الكلمة دي ولو انا عايز اوصلها بالقلم اوصل الكلمة بالصورة ماشي برضو ينفع يعني اللي انت عايز وعايز تكتب الرقم جنب الصورة ماشي عايز توصلها بالكلمة ماشي ازاي؟ يعني مثلا هنا 1 اول كلمة كاتب لي سنيك سنيك يعني ايه؟ يعني ثعبان طبعا انا حقراها ازاي؟ حقراها بالراحة اولها ايه؟ س الاس بقولها الس وبعدين الان سنيك ال ايه طبعا بفتح بقي فيها يبقى سنيك سنيك يعني ثعبان فين بقى الثعبان؟ صح هو ده ثعبان طيب سنيك مكتوب جنبها 1 هروح انا جايب 1 ده وكاتبه جنبي الصعبين الكلمة اللي تحتها هلاقيها كلمة اولها حرف H يبقى انا هقول ال H طبعا حبنطقوها ها ها فانا هقول الكلمة دي house 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 يعني بيت او منزل house فين البيت او المنزل؟ صح هو ده هكتب جنبه 2 تالت كلمة بقى مكتوب جنبها 3 اللي هي كلمة فاكس 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 واولها F طبعا احنا اخدنا the finic fox finic fox اللي هو ثعلب الفنك هو ممكن يكتب لي فاكس بس او يكتب لي finic fox فانا عارفه في الحالتين فاكس يعني ثعلب فانا هروح حوطت رقم 3 عند الثعلب فين السعلب اهو صح هحط هنا ثري for الكلمة الرابعة هلاقي اولها or o s e فلما اراها هلاقي بقول rose rose هي الوردة الحامرة فين الوردة الحامرة rose اهي يبقى حكتب عندها for هنا المفروض ان انا هقرأ الكلمات الجمل دي ولو الجملة وبعدين ابص على الرسمة اللي قدامها لو الجملة تنطبق على الرسمة فانا هحط له علامة صح ولو لا تنطبق فانا هحط له علامة غلط يعني لو الكلام اللي موجود على الشمال ده في كلمة زي الرسمة هقول له صح كلمة من زي الرسمة يبقى هقول له غلط فعندي number one هنا نمر واحد بقول ايه it's a camel it's يعني it يعني هو is يكون a camel يعني جمل camel جمل طيب الرسمة فيها هنا فيها ايه ده ايه ده صح ده جمل يبقى انا هحط له هنا ايه هحط له علامة صح عشان هو قال لي في الجملة جمل وجاب لي رسمة جمل two اتنين بيقول لي i like rice i انا like احب rice الرز عارفين احنا طبعا rice يعني الرز طيب هشوف بقى هو هناك لو رسم لي رز هقول له صح مش رسم رز هقول له غلط هو رسم لي ايه هنا رسم لي دجاج chicken مش رسم رز مش رسم rice يبقى هنا هقول له ايه غلط اعمل له علامة غلط three تلاتة تالت جملة بيقول لي he is a mechanic هو يكون he is هو يكون a mechanic mechanic يعني mechanic طيب الميكانيكي بيعمل ايه بيصلح العربيات طيب اللي قدامنا ده بيصلح العربية هو فتح العربية وبيصلح في العربية يبقى صح ده mechanic صح يبقى انا ححط له هنا علامة صح عشان هو قال لي mechanic وجاب لي صورة mechanic mechanic الميكانيكي الميكانيكي هو اللي بيصلح العربية four كاتب لي it's هي تكون a tent 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 يعني خيمة tent يعني ايه خيمة يا ترى اللي هو رسمها لي دي خيمة احنا عارفين الخيمة بتبقى من القماش وبيقعد جواها الناس في الصحرة مثلا بس هو جايب لي رسمة ايه لا هو رسم لي tree شجرة يبا انا هنا هقول له ايه هقول له عمل له علامة غلط false نعمل كمان سؤال توصيل عندي اول واحدة كاتب لي number one pelican طبعا انا هقراها بالراحة اقولها p pelican pelican c e n في الاخر بقولها can pelican يعني بجعة طيب فين البجعة احنا خدنا طبعا البجعة فين البجعة صحية دي هكتب عليها one two كلمة سهلة بقى خدناها m موث m الام بقولها m وبعدين او اضم بقى موث التي اتش هطلع لساني ث موث اللي هو فام اللي هو ده صح هكتب عليته بعد كده عندي green green يعني اخضر احنا عارفين green اللون الاخضر فين اللون الاخضر صح هو ده اخضر هكتب عليه three اخر واحدة الرابعة كتب لي كلمة lungs اولها l lungs lung يعني رئة الرئة اللي احنا بنتنفس بيها الموجودة في صدرينا دي اسمها رئة عندي lungs يعني الرئتين اللي احنا بنملاها بالهواء ونتنفس بيها اسمها lungs lungs lung lung يبقى انا هاختار هنا هكتب عليها four طبعا الامتحان بتاعنا بيبقى سهل خالص وانتو كلكو شاطرين بتعرفوا تحلوه كله صح عندنا توصيل يعني انا هقرأ الكلمات دي الانجليش الانجليزي وحوصلها بالصورة اللي زي الكلمة يعني عندي هنا one كلمة tree طبعا انا هقرأها بالروحة وعلشان اعرف هقرأها تي تبقى تا 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 وبعدين الor تر وبعدين دبل اي فحتبقى tree tree فين tree tree طبعا اهي الشجرة دي هكتب عليها one او ممكن اوصلها بالقلم بتري اكتب رقم الكلمة او اوصلهم ببعض بالقلم اللي انت عايزو ده صح وده صح انا هنا هكتب one جنب الشجرة tree هكتب رقم كلمة tree صح كده طيب شوفوا بقى الكلمة اللي بعدها مكتوب جنبها ايه two two يعني اتنين رقم اتنين هلاقي الكلمة مكتوبة اولها f وبعدين l o w e r فانا حقولها ايه flower flower يعني وردة flower يعني وردة ال f هقولها f وال l ال f وال l مع بعض flower flower وردة او زهرة فين الوردة صح هي دي فحكتب عليها two او اوصلها برضو اللي انت عايزه three تالت كلمة هلاقيها اولها ch طيب مش انا عارف ان ch بتنطق ch 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 فانا عندي كده دي كلمة ايه chair عشان اخرها r chair chair كورسي chair يعني ايه كورسي طيب فين الكورسي اه الكورسي هو that chair يبقى انا حكتب عند الكورسي three تلاتة رقم الكلمة الكلمة رقم تلاتة حكتبها عند الكورسي اخر كلمة بقى سهلة خالص اللي هي number four رقم four اربعة يعني اللي هي اولها f وبعدين i s h فانا عندي ال f بقولها ف ف وبعدين ال i وبعدين ال s h بقولها ايه fish تبقى دي fish 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 كلنا عارفين fish يعني ايه مين عارف صح fish يعني سمكة يبقى انا حاجة عندي السمكة واكتب four اربعة لان هي دي كلمة رقم اربعة او اوصلهم يعني اللي عايز بالقلم كده يوصل fish بالسمكة ويوصل كله اوكي صح برضه اما السؤال ده فهو سهل جدا جدا عندي هنا على الشمال هنا كتبلي الكلمات الارقام بالحروف وعلى اليمين هنا كتبلي الارقام بالرياضة بالحساب فانا حوصل الارقام بالارقام المكتوبة بالحروف فهنقرأ بالراحة كده من ناحية الشمال ونقول اول واحدة او ايه بنطقها طبعا او و و و وبعدين الان ون ون والي طبعا في الاخر مش بنطقها عارفين احنا الحاجات دي فدي كلمة ون ون يعني نومبر كام نومبر ون يعني واحد صح؟ يبقى انا حوصل ون بواحد طيب تحتيها بقى هلاقي تو تي اهو اتي بقولها تا تا تو تو يعني اثنين فين رقم تو هناك صح شطرين هي دي فانا هوصل دي بتو عندي بعد كده تي اتش برضو اللي لسه قيلنها في اول الكلمة هاي تي اتش بنقولها ث ث وطلع لساني وانا بقولها كده اقول ث ث فانا عندي تي اتش وبعدين ر اي اي دابل اي اتنين اي واربعض يعني فحقول ث ر ث ر ث ث يعني تلاتة ث ر ث ث ر صح شطرين اوصل دي بث ر بعد كده عندي كلمة سهلة برضو اقولها اف هي ف اف ف وبعدين الو اضم بقي كده تبقى الو اضم الار ف الار ف يبقى ف فين ف صحية دي حوصلها ب ف اخر واحدة عندي هنا برضو اولها اف بنا حقول ايه الاف اي في ايه ف اقولها ايه ف يعني وبردو الاف الاخر هنا مش بنطقها يعني خمسة فانا حوصلها بايه والدان شاطرين ب خمسة السؤال اللي بعد كده برضو سهل خالص بيجيب لي جملة كده انا بقراها وبعدين اشوف الصورة اللي قدامها لو الجملة صحة عالصورة هعمله بين الاقواس علامة صح لو الجملة غلط هعمله بين الاقواس علامة غلط واحنا عارفين العلامتين نقرأ بقى اول جملة كده بالراحة بيقول لي ايه it's a book it يعني هو is يكون طبعا book يعني كتاب it's a book يعني ده كتاب طب ابص في النحية التانية هو مرسوم قدامها كتاب لا طبعا مرسوم قدامها عصير لمون صح يبقى مش كتاب يبقى انا هحطه هنا هحط له هنا علامة false غلط هحط له علامة غلط عشان هو بيقول ده book وهو مش book هو عصير او بكلمة صح هو lemonade يعني عصير لمون الجملة التانية number two رقم اتنين بيقول i like انا احب اي عارفينها like احب انا احب spaghetti spaghetti يعني ايه يعني الماكارونا لسباكتти فهو بيقول انا بحب الماكارونا لسباكتти وقدامها مرسوم ايه مرسوم صح ماكارونا يعني هو كلامه صح بيتكلم عن ماكارونا لسباكتти وجايب لي صورتها يبقى انت كلامك صح يبقى حطله ايه true علامة صح الجملة الثالثة three it's a pass it is a pass it's a pass يعني انه pass والpass يعني ايه كلنا عارفين يعني اوتوبيس طيب انا هروح هبص في الناحية التانية لو لقيت اوتوبيس هعمل له علامة صح لقيت حاجة تانية غير الاوتوبيس هعمل علامة غلط على طول لا انا هبص كده او صح ده اوتوبيس هو بس يبقى انا هعمله ايه صح four اربعة she likes ice cream she هي likes تحب ice cream اللي هو ice cream وفيه بعض البلاد بيقولوا عليه جلاتي وفيه بيقولوا عليه ice cream طيب ice cream ده مرسوم في الناحية التانية ولا لا او هي بنت بتحب ice cream ولا لا ابص كده هلاقي بنت مسكة ice cream ومبسوط اوي بيه يبقى هي بتحبه يبقى انا هقوله صح عشان هو ice cream ورسم ice cream السؤال السؤال سهل سهل جدا لما لقيه كتب في الجملة قال لي على الشمال كلمة موجودة في الصورة اعمله صح كتب كلمة مش موجودة في الصورة اعمله غلط هنا بقى هو اعطيني الارقام متل اخبطها وانا حرتبها مظبوط كتب لي 8 يعني 8 6 6 9 9 7 7 فانا حرتبها طبعا هنا عندي 8 6 9 7 يبقى اصغر حاجة فيهم مين 6 فانا حبتدي ب6 الاول 6 وبعدين 7 7 وبعدين 8 8 وبعدين 9 9 سهل جدا اخر واحد بقى هنا المفروض انه هو هيجيب لي كلمة ناقصها حرف انا حط فهنا عندي اول واحدة بول يعني كورة فطبعا انا حافظ الكلمات دي فهنا ححط ال بول ناقصها ال سبون يعني معلقة ناقصها ايه ناقصها او برد خبز عيش برد ناقصها حرف ال اي بد سرير ناقصها اي باد واخر واحدة سليب ينام ناقصها اي صح طبعا الكلمات دي هو كمان ممكن يجيب لي الحروف تحتها انا اختار منها الحرف اللي انا هحطه في الكلمة وكده احنا اخدنا جميع الانماط بتاعة الاسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحان وهي اسئلة سهلة خالص وحنحلها كلنا صح عشان كلنا شطرين وعارفين الكلمات دي لو استفدتم الفيديو ياريت تعمله لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسئمي